سر انفجار مرفأ بيروت خطوات الإدارة الأمريكية لفرض مزيد من العقوبات على حزب الله وحلفائه في لبنان الانفجار الكارث الذي حول بيروت لمدينة من أنقاض يشد الحبال أكثر فأكثر حول رقبات حزب الله وحلفائه عبر حزمة العقوبات الأمريكية المرتقبة جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشيل عون وأحد أهم حلفاء حزب الله إلى جانب حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بيري في مقدمة من تشملهم العقوبات كما تكشف صحيفة وارستريت جورنال وتؤكد الصحيفة الأمريكية أن واشنطن تريد التحرك بشكل سريع من أجل تغيير المسار في لبنان بعد أن حولت كارثة انفجار المرفأ بيروت إلى مدينة منكوبة السفير الأمريكي الأسبق في لبنان جيفري فيلتمن من جانبه أشار إلى أن جبران باسيل كان يجب أن يخضع للعقوبات منذ زمان طويل خاصة مع عمله لتمكين حزب الله سياسيا كما لم يقم به أحد من قبل نهك عن توفير غطاء مسيحي للميليشيا التي فقدت كما يؤكد مؤسسوها الغرض الأساسي الذي شكلت لأجله بعد الألفين ليست مقاومة هذا السلاح يخدم العدو الصهيوني هذا السلاح حارس للعدو الصهيوني هذا السلاح دمر سوريا هذا السلاح دمر العراق هذا السلاح دمر اليمن هذا السلاح دمر لبنان هذا السلاح فجر بيروت تحول حزب الله اللبناني إلى منظمة عسكرية ميليشياوية إقليمية عام 2013 تتحكم بها إيران لتزعزع بها أمن المنطقة ما جعلها على قائمة المنظمات الإرهابية في أمريكا والعديد من الدول الأوروبية بينما يظهر أن ما قبل انفجار بيروت ليس كما بعده ولن يترك لبنان بعد اليوم كدولة تدار تحت تهديد سلاح حزب الله الذي أوصل البلد لهذه النقطة الحرجة